أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله كل الحمد وأصلي وأسلم وأبارك على هذا النبي الأمي وأشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وبعد نستمر في النماذج التدرسية في العلوم اليوم سنتحدث عن نموذج بياجي الكتاب يسميه نموذج النمو المعرفي لبياجي يفترض بياجي أن هناك تركيب في داخل عقل الطفل طبعا افتراضية يعني لو كسرنا عقل الطفل لن نجد هذه التركيب هو يفترض أن هناك تركيب ترتب فيها المعلومات بطريقة متجمعة يعني المعلومات اللي إلها دخل مثلا في الغطس أو في الطفو أو شيء مع سوا اللي إلها دخل بالكثافة مع سوا اللي إلها دخل بالأشياء المتعلقة مثلا بالفلزات أو شيء مع سوا الطفل كل واحد من هذه التركيب يستخدم لمواقف معينة يعني لو كان واجه مشكلة معينة في الشارع يريد أن يوظف هذه التركيب لحل هذه المشكلة لو فشلت هذه التركيب في حل المشكلة فسيحدث ما نسميه الاضطراب ما بين الدماغ والعين سيبحث كثيرا عن إجابة لراحة نفسه هذا يظهر بشكل واضع عندما تمسك طفلك أو أخوك وتقول له بدي أحذرك حزيرة أو بدي أعطيك فزورة معينة إذا كنت واصل لدرجة من الإبداع أنك حكيت الفزورة بطريقة جميلة واستوعبها في مخه وما استطعش يجاوب عليها حتى لو فقد مصروفه تاني يوم بدوش ينام إلا يعرف إيش الحل إيش الإجابة أنت خلقتينه حالة من الإضطراب الإيجابي بحيث بدأ يبحث عن حل بشكل مجنون لما يجد الحل تنضم طبقة جديدة إلى بنيته المعرفية وهان معنى ذلك أنه كل مرة الطفل بواجه مشكلة وبنية المعرفية القديمة لم تستطيع أن تسعف لحل هذه المشكلة وإحنا سعدنا تطورت هذه الإسكمات أو التركيب المعرفية وصارت تركيب جديدة تضمنت فيه ثناياها إيش المعلومة الجديدة معنى ذلك التعلم صارت سلسلة من الفوزير أو سلسلة من المشكلات اللي فيها مواقف محيرة جميلة جدا لو أنا قلت له كل شيء ثقيل بغتص حلو هو بنى تركيب معرفية في مخه كطفل وقال كل شيء ثقيل بغتص إلى حين لما شاف راعى البحر وشاف السفينة الضخمة ضخمة جدا لكن لا تغتص والمصمار الصغير يغتص صار عنده تناقض تناقض ما بين عينه اللي شاهدت السفينة وبين عقله عقله بقوله كل إشي ثقيل بغتص حينتها بده يطلع لأبوه أو المعلم تابعه يقوله مش أنت قلت لي كل إشي ثقيل بغتص طب المصمار الخفيف غتص والسفينة الضخمة ما غتصت هنا بده يطلع مفهوم جديد اسمه الكثافة وبدو حاول يقوله لا الوزن على الحجم الوزن على الحجم بيعطيني الكثافة كثافة الأشياء هي اللي بتحدد مين إذا منشيل التركيب القديمة اللي هي ما كانت غلط ولكن بتناسب عمره كطفل صغير جدا الآن لما نبدأ يعرف إيش معنى كثافة الكثافة هي الوزن على الحجم وكأنني أنا أشركت الوزن مع الحجم في كوكتيل معين سمينا الكثافة وبدأت أفهمه بقوله ليش لما نحط الزيت على المية بنلاقي الزيت فوق لأنه كثافة المية واحد والزيت تسعة من عشرة طيب المصمار كثافته سبعة إذن بغطس إذا كان في المية أي سائل حطيته في داخل المية وكان كثافته أقل من المية بيسعد إلى أعلى يعني الزيت من المستحيل أنه يغطس لأنه تسعة من عشرة طيب الخشب والمية مستحيل يغطس لأنه كثافته قديش تقريبا بحدود خمسة من عشرة نص طيب شيء حلو إذن هو حط الطفل هذا حط أنه كل شيء كثافته أعلى من واحد بيغطس إلى أسفل طيب كل شيء كثافته أقل من واحد بيطوف فوق المية وبدأ يطبق جاب البلون حطه لقابه طوف لأنه كثافته لما نقوزنه كيف نجيب الكثافة من وزنه منشوف حجمه منقسم الوزن على الكثافة بيطلع الوزن على الحجم بعطينا الكثافة شيء جميل طيب فجأة يوم الإيام مسك مصمار وحطه على العسل طيب المصمار كثافته سبعة من عشر والعسل يمكن واحد ونص إذن يفترض أن المصمار يخترق العسل وينزل حنتها لم تعد التركيب المعرفية في دماغ الطفل كافية أنها تفسر الموقف الجديد صار تناقض مع عين الطفل مع عقله أنت بتقول لي هو رح يوجه لي كأنا أبو أو مدرسه أنت بتقول لي أنه العسل واحد ونص أو اثنين والمصمار كثافته سبعة إذن يفترض أنه المصمار يغتص في العسل حينتها منطلع له مفهوم جديد اسمه التوتر السطحي اللي هو أقوى من الجاذبية منقول له هذا يستثنى منه في حالات معينة التوتر السطحي عندما يكون الجزئات السطحية متماسكة جدا للعسل تسمحش للمصمار أنه يخترق إذن تعطل بتعطل قانون الطفو والغطس في الحالة هذه راح بنى راح بنى طبقة معرفية جديدة كل مرة بتعرض لموقف بيبني طبقة معرفية جديدة هذا الشغل اللي بيجيه طيب حدثت معي أنا بشكل شخصي أحد أبناء الصغار نحن دايما نعلمهم أنه عندما تنزل أشياء إلى أسفل تنزل تسقط إلى أسفل ليش؟ بفعل جاذبية لما نشاف سفينة الفضاء في واحد هنا أحد ركاب السفينة حاطت كرسي على الناحية الثانية وهذا حاطت هنا واثنين بدردشوا مع سوا طلع هيك فبقولي مش أنت بتقولي دائما أنه الأشياء التي تسقط التي نتركها من يدنا تسقط إلى أسفل طب ليش هذا مش نازل فوق هذا حينتها الآن لم تعد البنية المعرفية اللي عنده قادرة أنها تحل الموقف الإشكالي اللي قد قدامه أنت بتقولي كل الأشياء تسقط إلى الأسفل وهدول برموا إلى بعض حبة البازيلا فبتظلها ماشية لحتى ما يلتقطها بفمه بفمه التاني يعني قاعدين في سفينة الفضاء بتسلوا برموا إلى بعض وهذه منشوفها في اليوتيوب الطفل اللي رح يقول لك أنت بتضحك علي إيش اللي بصير هان بدك بدك تطلع له مفهوم جديد إذن لم تعد الأبنية المعرفية هادي قادرة إذن أنا بدي إما أعملها خلخلة أو إعادة تطوير مرة تانية أقول له هان في سفينة الفضاء فش عندي جاذبية أرضية والحدث هذا اللي انت شايفه هو خارج الفضاء وبالتالي ضميت بنية جديدة لبنيته المعرفية وأضحت تعلم حلقات جميلة من موقف محير توتر محاولة لحل التوتر تعلم عشان هيك إحنا لما نطلع في الكتاب منلاقي حاجة بدنا نفهمها مع سوا في صفحة 269 الشكل الموجود هذا طبعا موجود معاكم في الدرسية 269 الموقف المحير رقم واحد إيش بيجي بعده مباشرة عدم توازن في مخ الطفل لما نأجاكي إنتي عملتيله حزورة جديدة إنتي لخمتين هو صار عنده عدم توازن مش عارف ينام لازم يعرفها بصير التفكير وهو مش عارف ينام شو طاسة طرنطاسة في البحر غطاسة ومش عارف إيش لما نجدته تحكيله حاجات زي هذه طب شو طاسة طرنطاسة في البحر غطاسة مش عارف الرمانة إنتي عارفاها بس هو مش عارفها هو رح يضل يفكر شو شو طب إيش حاجات يعني رح تقل جعبين ما يعرف الحل طيب البحث ومناقشة الاختراح الخطوة التالتة إذن هو رح يضل زن ممكن رح على غرفة تانية يسأل أخته التانية أو يسأل أبوه أو يسأل أمه إذن رح يضل زن وإذا يعرف في النت رح النقطة الرابعة حدوث التعلم بعدين النقطة الخامسة إعادة تشكيل للتراكيب المعرفية الافتراضية في مخه معناته وكأنه منظومة المعرفية زادت شوية وبعدها حدوث الاتزان عرفي نام عرفي نام خلص شعر بأنه خلص بإمكاني أنا أرتاح طيب أجانا موقف اتنين الموقف محير تاني إحنا الآن لما راح قلنا قبل شوية راح على البحر شاف السفينة السفينة الكبيرة شطبت له موقف قبلها والتوتر السطحي شطب السفينة وهكذا كل موقف بشطب التاني نحو نحو مزيد من تطور وبناء التراكيب المعرفية الموقف التاني عمل لي عدم الاتزان وعمل لي بحث ومناقشة وعمل لي حالة حدوث تعلم وعمل لي تشكيل للبنية المعرفية مرة تانية وبعدين حدوث الاتزان وكأنه صحيح وكأنه التعلم أصبح سلسلة من حالات عدم الاتزان والاتزان وبينهما يحدث التعلم طيب إذن ما هو تعريف التعلم هنا حسب بياجي اختلف عن كل الناس في تعريف التعلم نشوف الأخت اللي هناك حسب اللي تحدثنا فيه تفضلي مين عندنا تفضل مين ممكن يعطينا التعلم ايمان ايمان خد المايك حسب بياجي فهمنا التعلم بطريقة غير عن الآخرين ناخد التعليم أولا ايمان عبارة عن تهيئة أو إجاد البيئة التي تعمل على تغيير وإظهار الهياكل أو التراكيب المعرفية للمتعلم رائع إذا صار في عندي مطلوب منك كمعلمة تهيئة الظروف اللي فيها حززير فيها فوزير فيها أشياء محيرة عشان تصدر انتوا لاحظوا أنه رح يضله معتد بنفسه بحساب حاله عارف لحين تجيله نبضة تقوله تعمله تناقض ما بين عينه وعقله كل مرة بصير فيه تناقض ما بين عينه وعقله بصير تعلم جديد إذن تهيئة الظروف عشان أعمله تناقض ما بين عينه وعقله هو اللي يخلي يتعلم تمام هذه النقطة إذن التعليم هنا تهيئة الظروف لإيش لتطوير التراكيب المعرفية تمام طب التعلم حدوث حالة حالة التزان صحيح حالة التزان وتكيف مع البيئة أو ممكن في نفس التعليف نقول التعلم هو عبارة عن تطور في التراكيب المعرفية جميل طيب إذن التعليم يقوم المعلم بتهيئة الظروف لتغيير التراكيب المعرفية لدى الطفل والتعلم نفسه هو عبارة عن تغير الحادث في التراكيب المعرفية والوصول إلى حالة من الاتزان جميل ممكن حدا ينتقد نقول طب يا دكتور كيف ننخلي التعلم هو مجموعة متسلسلة من المشكلات المحيرة بياجي لا يدعي أني أنا أستطيع أني أخلق حالة من عدم الاتزان دائما وكأنه في بعض الدروس بتزبط معها نموذج بياجي 100% ودروس تزبط الدروس اللي هي لها طبيعة الدروس التي لها طبيعة فيها منطق وفيها رياضيات وفيها حاجة من هذا القبيل بتساعدنا كتير لشغل بياجي والدروس المباشرة زي الجهاز الهضمي والأشياء الزهادي ممكن ما تعمل ليش حالة من عدم الاتزان فش فيها مواقف محيرة طيب هنا في هذا النموذج كلاهما بيشتغل المدرس بيشتغل والطالب بيشتغل لاحظوا ان المدرس بتعب جدا ليش في هذا النموذج المدرس هو البهية الدرس هو معمول بشكل باهت لا يتحرك انت بدأ تحول الدرس لا يتحرك الى درس متحرك حيوي يستثير الطفل طيب معنى ذلك انه اذا كان بدأ قلهم سمعوا اقروا انسخوا فانا بخود في دروس كلاسيكية لا بعلمهم ولا هنبين وانت احيانا عندما اقول للطالبة منكم اعطيدي اسم مدرسة اثرت فيك الهمت اعطت 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 اكتير فائدة في حياتك اعطت ثقة في النفس خلت افكر طيب هل كرهت من غير ما تحدد اسم مدرس او مدرس هل كرهت مدرس او نعم كرهت مدرس كذا كذا ليش كان درس ممل رتيب بلا فائدة لو قرينا الدرس في البيت بكفي وهكذا اذا في عنا بيجيب يحاول ان يكون انسان يتعامل مع الانسان الطفل طالما بيمشي في الشارع نفس الشارع كل يوم ونفس محل البناشر كل يوم ونفس محل السوبر ماركت كل يوم لن يأتي بس فجأة بتطلع على الحيطة بيلاقي نبتة طلعت من الحجر بيلاقي نبتة طلعت من الحجر بيكون ماشي عند المسجد العمري الكبير بيلاقي بين الصخور في الحجار المسجد نبتة فهو عنده في بنية المعرفية دائما بيقول ان ان تدرسنا استاذ ان النبتة بدها تربة وبدها ماء عشان ينبت الجذر والجذر بده يمتد شو بحكي لنا الاستاذ تبع العلوم طبع انا شايف النبتة لا شفت لا شفت رمل ولا شفت لكن شفت الورق وشفت ساق وشفت اوراق وشفت زهرة بس هنا يعني باختصار بالفلسطيني المفهوم اللي شافه على الحيطة مش راضي يدخل في مخه البنية المعرفية مش قادرة تستوعب وانت بتقول لنا النبتة هادي بدها تربة وبدها مية لا شفت مية ولا شفت تربة لكن شفت كل اشي حتى الظهرة شفتها الطفل مش عارف على انه بين التراب بين الاحجار برضو في عندي تراب وفي الفجر ايضا في عندي الندى اللي ممكن يسقي هذا اذا اذا انا لما اجاوف الصف رح يبني بنية معرفية جديدة على انه هذا النبات استفاد من الندى وكان في عندي تراب بين الاحجار استفاد منها وهكذا كتير من يعني يعني معظم الوقت الطفل يسأل دائما يعني احنا عندما نرصد حياة الطفل نجدها اقرب الى فكر بياجي احيانا لما تكون معك طفلك وانت جاي من خنيونس او من رفح بتطلع من الشباك بلاقي القمر لما يصل خنيونس برضو بلاقي القمر فانت ممكن يسألك قللك هل القمر بيمشي معنا طب هو بالنسبة للطفل المسافة ما بين رفح الى الى بيت حنون 45 كيلو او ربما يعني اكتر شوية طب هو بالنسبة للطفل مسافة ونعس ونام ونعس ونام في ال45 كيلو بالنسبة للطفل اشي كبير لكن ظلوا يشوف طول المدة القمر من الشباك اليمين هو شايفه فبسأل ابوه دائما وقلوا كده القمر بالحقنة طب مش هذا القمر اللي سبناه في رفح هنا في الحالة هذا بتكون بنية المعرفية اقل من اللازم وما ساعدته يحتاج انه يفهم على انه القمر بعيد جدا والمسافة اللي بنمشيها صغيرة لن تؤثر كثير في انه نشوف القمر تغير او صار على الناحية التانية من السيارة او شيء من هذا القبيل اذا حاجات كثيرة بتصير معنا ممكن تساهم انه نزيد معرفة هذا النوع من المعرفة البنائية عشان كده هذا الرجل اللي بيجيه هو هو اساس المدرسة البنائية واحنا قلنا بنائية لانه الطفل يبني معلوماته لوحده هو الاتزان وعدم الاتزان صار في مخه هو مش في مخ المدرس المدرس بس هي الظروف المدرسة البنائية دائما تعتمد على انه الطفل هو الذي يبني معلومته بنفسه انا في الشكل اللي اعطيتكم اين تدخل المعلم بالزبط هنا طلعوا في اين تدخل المعلم عند البحث ومناقشة الاقتراحات يعني احيانا بكون في عندي البحث نفسه اذا انا احيانا بعطيله جزء من المعلومة ومش كل المعلومة جزء من المعلومة ومش كل المعلومة في يعني بياجي يتحدث عن المعرفة في ثلاث انواع من يذكرنا بانواع المعرفة عند بياجي المعرفة كان مين ناخد هناك تفضلي نعم المعرفة ثلاث انواع عندنا اول اشي المعرفة طبيعية هي عبارة عن كنة الشاي او طبيعته مثل مثال ان الرياح هي عبارة عن حركة للهواء المعرفة الاجتماعية هي عبارة عن اكتساب شاي من الافراد والجماعات عن طريق التغذية الراجعة والمعلومات مثل تفاعل بين الافراد مثال مثلا تعلم الطفل تحية السلام ان يرد السلام كمان عندنا المعرفة المنطقية هي عبارة ترتبط بالمنطق والرياضيات مثل تفكير المجرد صحي شكرا يعني لا شك انه ركز كثير على المعرفة المنطقية بياجي بس برضو عند المعرفة الاجتماعية ايضا متى يستخدم الكلمات شكرا وعفوا وغير وحاجات من هذا القبيل لكن يعني يعاب على بياجي انه اكثر اشي يركز على المعرفة المنطقية بناء المعرفة المنطقية فوغوتوسكي واحد كان يشتغل زي بياجي بس في مكان تاني في الاتحاد السوفيتي بس كان فوغوتوسكي يركز على المعرفة الاجتماعية تفاعل الاجتماعي بنفس المراحل نعم اذا كلاهما معنهم يعني قابلوا بعض في نهاية اعمارهم وليس في البدايات كلاهما من المدرسة البنائية واحد ركز كيف نبني المعرفة الاجتماعية واحد ركز كيف نبني المعرفة المنطقية طبعا بياجي ركز على المنطقية والطبيعية وفوغوتوسكي ركز على المعرفة الاجتماعية طب لو احنا بدنا نستخدم نموذج بياجي ما هي المرحلة الاولى من هذا النموذج ما هي المرحلة الاولى من هذا النموذج عروقي تفضلي نسرين بس يارتك نشوف تفضلي المواجهة بأعمال ذات علاقة بمرحلة النمو المواجهة بأعمال ذات يعني ذات علاقة بالنمو يعني لا استطيع اني انا اواجه الطفل في موقف معير اعلى كتير لان انا بعمله مشاكل ممكن يكره المادة عندي بس انا ممكن اعلى قليلا بديش انه يعني دائما نتحدى تفكير الطفل في اشي اعلى من تفكيره قليلا اعلى من تفكيره قليلا طيب ماذا تعني هذه ميل ماذا تعني هذه المرحلة اكثر بمعنى انه قدم له موقف تعليمي محير او موقف محير صحيح يناسب عمره تطوري او نمو تطوري للمتعلم صحيح طب انت بتعاملك مع اطفالك في البيت او في المدرسة بتحسي على انه اعطاء موقف محير للطفل بيعطي له حفظ عالي دافعية وجذب انتباه لانه يعرف حل هذه القضية تمام تمام اذا هذه المرحلة الاولى عند بياجي مرحلة تقديم الموقف المحير ناخد المرحلة هناك تفضلي بس سمعينا صوتك بالمايك نعم المرحلة التانية اللي هي البحث ومناقشة تفضلي المرحلة التانية البحث هو مناقشات الاقتراحات واذهر استجابات التلاميذ وطلب تبرير لها صحيح في المرحلة هذه هي مقترنة في الشكل اللي امامنا بالمرحلة بعد ما يصاب بالحيرة وبتصيب حالة من عدم الاتزان اذا بصير يدور شايف نعم بده يتساءل يسأل الام والاب والجميع عاوز يرتاح هو احنا نسميه القلق الايجابي القلق الايجابي طيب المرحلة التالتة ناخد هناك الاخت اللي هناك تفضلي تحويل الى اقتراحات اخرى اه زي يعني اللي هي دخل في الخوض في مواقف جديدة وهكذا يحدث التعلم اذا ما يتميز هذا النموذج انه يجب ان اعد مواقف محيرة وهذه المواقف المحيرة ممكن نعم يتبعها عدم انتزان وبعد العدم انتزان بدي اخد منهم مقترحات وكايني بقول انه مش دايما اعطاء الطفل الحل جاهز هو الحل الامثل يجب اني اخل صحيح يجب انه اخلط يعني اعطيله شوية واطلب منه برضو نشاط اذا انا اعطيت الحلول جاهزة دائما لم يعد لم يعد تعلم بنائي صحيح صحيح كل مرة اذا اذا الحزيرة انت اعططيها للطفل لابن اخوك او ابنك او شي وانت بكل سهولة لفله لفته ورجعلك وعططي له الحل لا انا بدي هذي هذي دائما اشكالية لان احنا دائما نقول ان الارض هي التي تتحرك هو اللي شاف على البحر في المغرب هو شاف هي اللي اختفت هو الان وهذه قضية بالنسبة لصف ثالث ورابع وهذا قضية محيرة جدا يعني محيرة للمربين هو انت بتقول له ان الارض هي اللي بتتحرك والشمس اللي ثابت اللي شاف هي الشمس يعني الحركة النسبية الواقع هو الشمس اللي ثابت والارض اللي تحرك انت نفسك تلحق الشمس وتشوفي لا بس على اي حال في كتير في كتير مواقف في اليوم الواحد انت بتقول هذا كلام الدكتور مظبوط يعني الطفل بسألك عدة اسئلة احيانا تستطيع تجاوبي بعضها واحيانا لا تستطيع زي حركة الشمس والقمر كتير من المرات هو لما تقول له الارض تلف حول نفسها برضو بيخضع طب احنا زي حركنا الطاولة بتنكب الكباية طب كيف الارض بتلف حوالين نفسها وممكن يسألك اسئلة كتير قولك طب ما زال الارض بتتحرك زي اللامونة طب الحيطة هذه ليش بتنهدش كتير من الاسئلة طبعا اللي هي الطفل بدو اياها بعرفش انه الجاذبية ماسكة كل اشي حول الشسم يعني ليس بالسهولة انه الحيطة لانه القوة الجاذبية للارض شديدة نكتفي يعني بهذا القدر من هذا بس ناخد الان حاجات تانية اعطونا بعض المواقف من كتاب العلوم اللي ممكن يعني نستعيد بنموذج بيجي فيها معانا دقيقة واحدة لا بأس يعني هي مجرد محاولات كتاب العلوم في كتاب العلوم من اللي مرة عليك في الرابع في الخامس في السادس في اول في تاني يعني نحتاج الى مواقف تصلح اني انا اطبق فيها بيجي شوفك ايه تفضلي بس انتظري المايك وين المايك بالله لو سبحت الله بعينك تعطينا اياه انتي بدنا نشوف هذا الموقف اللي بتطرحوا زميلتكم يصلح لنموذج بيجي ولا تفضلي درس للصف الرابع حركات الارض ممكن اسأل الطالب هل الارض ثابتة او متحركة يقدم الموقف المحير تقديم موقف محير ثابتة او متحركة بتقوله انه ممكن يكون صعب عليه يمكن يمكن يعني بس انا بديش انه هذا السؤال وبس نفسي يكون معا عرض في الفيديو بعد ما تجوبي رح يظل مش مقتنع بالذات حركات الارض والشمس يعني انا تعاملي مع الاطفال هو صح هذا الموقف بصلح لبياجي لنموذج بياجي بس انت بعد ما يصل لمرحلة الاتزان خلقت عنده حالة عدم اتزان بعد ما ترجعي لحالة الاتزان بده فيديو عشان نشوف العلاقة بين حركة الشمس والقمر طيب ناخد تفضلي هنا الظل الانسان لما يرى الظل فيه الظل دائما نسأل الطالب انه الظل دائما تشوف انت امامك بشكل عمودي ام مائل على جهة اليمين ام مائل على جهة ليش ما فانه الظل لا هو رح يصير محتار الطالب نعم المزولة الشمسية زي ما زميلتكم تتحدث عن الظل لما انا بدي اسأله سؤال اقوله كيف كان القدماء عن طريق الظل كانوا يعرف الوقت طب هل الظل في الشتاء هو نفسه في الصيف انا بدي اخليه حتى لو كان في صف خامس او رابع بدي اخليه انه يفكر طب هل تستطيع انك تصنع مزولة هو بده يشغل مخه طب انا لو حطيت لزقت قلم رصاص على كتاب قديم خرجته من هنا وبدأ بديت اسطر كل مرة الساعة تسعة اعمل ظل هل استطيع انه اصنع مزولة هنا الان بدي خليه فكر كيف كان القدماء يتنبؤ بالوقت ويعرفون الوقت عن طريق المزولة هنا ممكن يظل قلق يصنع مزولة وممكن ازيد قلق اكثر عندما قل انه الظل في الشمس بسبب انه الظل في الشتاء غير عن الظل في الصيف يعني في الشتاء مكان الشمس غير عن مكان الشمس فيه يعني احيانا تأتين من جهة من الغرب مش هي نفسها يعني فيه انحراف ما بين الغرب في الشتاء والغرب في الصيف فيه درجات معينة بينهما وهذا يؤدي انه الظل في الشتاء اطول من الظل في الصيف طب هذا سيؤثر في الساعة والمزولة الشمسية المزولة الشمسية معاهم في اي صف يا ابن في الرابع صحيح في الرابع طب ناخد هنا في عندك ممكن موقف البوصلة هذا وعلاقتها باتجاه الارض المغناطيسي ممكن على اي حال هذه اشياء كلها جميلة ناخد كمان موقف المايك بطل من السبعين تفضلي عندما نزرع نباتات في مكعب من الجبس رح نسأل الطلاب ماذا سيصير في هذا المكعب بعدها رح نوضح أن النباتات يصل إلى تناقض ما بين عينه وعقله في السبع الرابع الابتدائي درس المغناطيس ممكن المعلم يطرح موقف محير عبارة عن كاسة ماء زجاج وفيها مصمار حديد ويطلب المعلم من الطلاب أن يظهر المصمار الحديد باستخدام المغناطيس بدون لا يضع هذا كل الطلاب سيفكروا كيف يطلعوا هذا المصمار ممكن يضعوا المغناطيس وليس يفكروا في طرق ثانية وممكن طالب يكون متفوق قليلا يصحب المصمار يصحب ويصبح من الكاسة وحيانا يصل لمرحلة أنك تخلط إلى الطفل ملح ورمل وبرادة حديد مع سوا وبتقول يلو طلعهم بخصائص فيزيائية ممكن الملح بدوب في المية والبرادة الحديد ممكن ناخدها بالمغناطيس وأشياء من هذا قبيل طيب ناخد موقف واحد بس يكون موقف كويس لا بأس تفضل يا ألاء تفضلي ألاء هنا جالسة أمام التلفاز تتفرج على المباراة أجت المزيعة بتحكي بدأت المزيعة بتقدم برنامج تحكي من أم ننقل إليكم هذه المباراة عبر الأقمار الصناعية ببث مباشر وحيد. اتفاجأ الطفل انه شو يعني الأقمار الصناعية وكيف احنا شايفين هاي الصورة على التلفزيون يعني شو الاشي يوصلوا فمن خلال هيك بسريسة لأم وابو يعني شو الأقمار شو بتعمل وين هي موجودة. في أي درس يعني يعني يمكن في نهاية صف رابع في نهاية صف رابع في درس اسمه الأقمار الصناعية وشيء من هذا القبيل. لا بأس على أي حال مطلوب بنا واجب بيتي صغير إن شاء الله يعني نختار موقف حتى لو استعنى بالنت أو استعنى في الكتب مباشرة موقف يصلح لنموذج بيجي من أي كتاب علوم من أول من صف أول لحتى سادس أي كتاب علوم نشوف يعني أنتظر منكم الإجابة إن شاء الله لأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. ايه؟ آه ناخده إن شاء الله بعد اللي هل قتب من المو بإذن الله تعالى. شكراً لحسن سماعكم وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة. شكراً لكم.